اشتركوا في القناة واضاف دكتور سهيل شيخ طبيب الغضد الصماء في مستشفى سيفي والتي تتعالج فيها ايمان ان الجراحة التي اجريت لها لا تتلاءم مع هذه المشكلة وانه يتم الان تطوير ادوية ليتم الاعتماد عليها في علاج مثل هذه الحالات واشار الى ان ايمان ربما تحتاج الى جراحة اخرى الخلل الجيني الذي تعاني منه ايمان والتي تزن نصف طن يسمى جين ليبر ووظيفته توفير بروتين يعرف اسم مستقبلات الليبتين والتي تساهم في تنظيم وزن الجسم والتحكم في الجوع والعطاش فضلا عن وظائف اخرى مثل النوم والمزاج ودرجة حرارة الجسم بالاضافة الى كونه ينظم فرز العديد من الهرمونات والتي لها وظائف في الجسم كافة وبعدما بحث الاطباء في ملف العائلة الطبية تبين ان فردا واحدا فقط قد عانى مسبقا من هذه الحالة ويأتي هذا الاكتشاف بعدما اجريت 36 تجربة جينية في الولايات المتحدة الامريكية ما كشف النقاب عن الطرابين جينيين هما خلل في جين ليبر وخللا اخر في جين وراثي متعدد المهام ويسبب تظهور الخلايا واضطرابا في الكلا والشبكية وكلاهما يتسبب في زيادة الوزن وفي الاخير اسأل الله ان يشفيها ويشفي كل مريض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته